الخبر الأول اللي عدنا عن فضيحة بيسان إسماعيل وخوفها من نارين بيوتي طبعاً ما يعرف شون اللي صاير فبيسان بعد ما نزلت هذا المقطع على القناة موفلوكز واللي كانت ويافة تفجرت التعليقات بكومنتات جمهور نارين اللي يتهجمون على بيسان إسماعيل وموفلوكز وصاروا يتهمون بيسان إن هي خاينة نارين طبعاً استمر هذا التهجم حتى على آخر مقطع نزلته بيسان إسماعيل ولكن يا حبايب بيسان قررت إنه تلغي هذه التعاليق أو يعني إنه تلغي اسم نارين بيوتي من التعليقات طبعاً شرحت الطريقة شون تلغي اسم شخص بأكثر من مقطع ولكن باختصار هي ميزة باليوتيوب اسم هالكلمات المحظورة تحط بها اسم أي يوتيوبر ما تريده يظهر عندك بالتعليقات ومن الواضح إنه بيسان إسماعيل حطت اسم نارين بهذه الخانة فطبعاً ندلي على الكلام إنه نروح على مقطع بيسان وننزل على التعليقات نكتب نارين نارين بيوتي بعدين نكتب على الأحدث أولاً على المدين نشوف التعليق ونشوف تعليقات هذول الأشخاص وفضوهم زين بعدين نغير الحساب على موشوف هل تعليق ظهر للناس أو لا ولكن بعد ما غيرنا يا حبايا بالتعليق مظاهر لأي أحد وتعليقات الأشخاص هذول طالع فاكتبونا يا حبايا بيكمنتاج شوريكم بهذا الخبر وهل تشوفون بيسان خايفة من نارين بيوتي أو لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مريانا وافتتاحها لقناتها الجديدة فمريانا غريب نزلت على حسابها بالإنستجرام شوية ستوريات واللي كانت تعلين بيها عن افتتاحها القناة بأنوان كافيين طبعاً نزلت أول مقطع عليها أما بالنسبة لمحتوى القناة فقالت أنه بعد ما توصل 50 ألف مشترك القناة يلا تعلن عن المحتوى ورغم أنه هو واضح من اسم القناة كافيين اللي هي المادة الموجودة بالقهوة اللي تخلي الشخص أنه ما ينام وتصح صحيان فانو واضح أن القناة ستكون عبارة عن حتي ومريانا تنطينا النصائح وهيج طبعاً نحاب يشترك بالقناة رح أضطوكم رابطها ولوصف روح وفجروها وصلوا 50 ألف وكتبونا بالكومنتات يا حبايب شو رأيكم فكرة مريانا حلوة أو لا الخبر الثالث اللي عادة عن أحمد أبو الرب ورد على المتابعين اللي تهجموا عليه بسبب آخر مقطع اللي كانت ينتقد بيه شخص اسمه خالد النعيمي فهو من التعليقات الجديد أنه انتج مهورك بنات وجمهورك صغار ما يستعرضون لهم يتو محتوى فأحمد نزل على حسابه لأن انستجرام شوية استوريات واللي قال بها ورد بي على المتابعين اللي تهجموا عليه بسبب هذا المقطع انه هو اللي الكبار فقال انه اساساً هو جمهوركبار ما عنده صغار طوان يا حبايب هذي أقوى كذبة سمعتها في حياتي فطبعاً كنا يعرف ان الجمهور اللي تابع اليوتيوبر هو أغلب صغير بالعمر قال كنا نحطوكم هذه الاستوريات شوفوها جالي بعض تلقات أحمد بتعبوك أطفال وما بصير أنا عندي أقلية أطفال أقلية و الفيديو ما حكيت ما حكيت إشي وسخ يعني هو بس منطقت تصرفه طبعا صراحة أنا أشوف المقطع عادي وما بأي شيء مسيء عليكم أن يكتبونني بالكمنتات يا حبايب هل جمهور أحمد أبو الرب صغار بالعمر أو أكبار بالعمر اكتبونني بالكمنتات وبس والله هنا وصل لنهاية المقطع اتمنى المقطع جاوكم لا تنسوا تحطوه لايك تشاركوه بالقناة وأنا أكون في هذه المقاطعة مملكة القصص وبس مع السلامة